مرحبا بكم اعزائي متابعين القناة في قناتكم انجليزية مع مستر باسم ان شاء الله النهاردة بكم اه هناخد لسن فور في يونت سري اه بس قبل ما نبدأ الفيديو رجاء تدعموني باللايك والشير عشان الفيديو ينتشر وتعم اكبر الفايدة على جميع بازن الله كمان لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد مني اه هنبدأ الفيديو بتاعنا اول حاجة هنستعرض ايه اللي احنا نتعلمه النهاردة في الفيديو احنا النهاردة نتعلم قصة عن الولد ده اسمه لوكاس بيعيش في الولايات المتحدة الامريكية في مزرعة هنعرف قصة لوكاس وقصة المزرعة بتاعته كمان هنتعلم عن الارقام الكبيرة هناخد الخنات زي خنات مئات الملايين وعشرات الملايين وصولا الى المليارات وهنعرف يعني ايه مليار وازاي ننطق الكلمة ديتي اللي هي كلمة بيليون كمان هنتعلم جزء الصوتيات هنعرف ازاي ننطق حرف الاس والال مع بعض في كلمة زي سليب او الاس والدوبيو في كلمة زي سويب كمان هنتعلم عن المقطع فول زي ما حضراتكم شايفين معايا اللي هو بيجي في نهاية الصفات هنعرف فول ومعناه وازاي بنضعه في نهاية الصفة كل ده هنتعلمه ان شاء الله في الفيديو بتاعنا فرجاء اسمعوا الفيديو الاخر عشان تستفيدوا منه استفادة كاملة يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا اول حاجة احنا بنبدأ بالكلمات الرئاسية معنا الكلمات الرئاسية اللي هي وردت في الدرس زي The United States او الكلمة مهمة The United States The United States الولايات المتحدة الامريكية Land 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 أرض Life 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 الحياة Hard 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 صعب Rain Water Rain Water Rain Water مياه الامطار Difficult 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 صعب Billions 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 مليارات Dry 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 جيف هاروه مرة تانية The United States The United States Land 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 Life 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 Hard Hard Rain Water Rain Water Rain Water Difficult 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 Billions 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 Dry Dry Three معنا بعض كده الأفعال أول فعل معنا Pulluit Hund يلوث و الماضي بتاعه polluted مضيه decided قرر يعمل عمل لف يعيش لفد عاش يحضر احضر يصنع صنع هاروه مرة تانية pollute يلوث polluted لوثة decide يقرر decided قرر work يعمل live يعيش لفد bring يحضر brought brought make made معانا بعد كده ده الدرس اللي انا لفدت النظر حضراتكم ليه في اول المقدمة بتاعت الفيديو وهو احنا بنحكي عن قصة لوكاس والمزرعة بتاعته هنفهم مين هو لوكاس وقصة المزرعة بتاعته ازاي نشأت وازاي اجداده انشأوا المزرعة اللي هو عايش فيها دلوقتي اول حاجة نهار القطعة اراية سريعة وبعد كده هاراها واحدة واحدة بالتفصيل يريد تستمعوا معايا كويس لوكاس and his farm لوكاس lives on a farm in the united states it is a very special farm 40 years ago the land was very dry there was no farm no one wanted to live there لوكاس's grandparents lived in the city but they didn't like it they didn't like the polluted air and the noise they wanted to have a farm they decided to buy some land at first life was very difficult they worked very hard and they planted millions of seeds they used rain water to water the seeds they needed about a billion liters of water a year they grew many fruits like oranges and lemons they brought animals to the land they planted trees and flowers today لوكاس lives on the farm with his mom and dad they are very happy and they have a good life they are very proud of of لوكاس's grandparents they used plants to make the land green كده احنا قرينا القطع ارية سريعة هنرى واحد واحدة بقا بالتفصيل ونفهم كل حتى فيها اول حاجة بيقول لوكاس lives on a farm in the united states يعني لوكاس عايش في مزرعة في الولايات المتحدة الامريكية it is a very special farm مزرعة مميزة ايه المميزة اللي فيها نشوف دلوقت 40 years ago من 40 سنة فاتوا the land was very dry الارض كانت جفة جدا there was no farm ما كانش في مزرعة اصلا كانت صحرة no one no one wanted to live there وما كانش في اي حد عايز يروح ييش هناك لوكاس's grandparents lived in the city اجدادوا كانوا عايشين في المدينة but they didn't like it لكنهم ما كانوش حبين الحياة في المدينة يا طرع ايه السبب هنعرف دلوقتي they didn't like the polluted air and the noise ما كانوش حبين الهوى الملوس والضوضاء they wanted to have a farm كانوا عايزين او حلموهم انهم يكون عندهم مزرعة يعيشوا فيها ويهربوا بعد عن الدوشة والتلوث بتوع المدينة they decided to buy some land وقرروا شراء بعض الارض at first life was very difficult في البداية الحياة كانت صعبة بالنسبة له they worked very hard and they planted millions of seeds اشتغلوا جد جدا وزرعوا ملايين البزور they used rain water to water the seeds واستخدموا مياه الامطار عشان يرووا بها البزور they needed about a billion liters of water a year كانوا محتاجين حوالي مليار لتر من المية كل سنة they grew many fruits like oranges and lemons وزرعوا فواكه كثيرة زي البرتقال واللمون they bought animals they brought animals احضروا الحيوانات to the land للأرض they planted trees and flowers وكمان زرعوا أشجار وزهور today اليوم لوكاس lives on the farm with his mom and dad دلوقتي أو الأيام اللي احنا فيها ديتي لوكاس عايش في المزرعة مع مامته وبابا they are very happy صعداء جدا طبعا and they have a good life وعاشين حياة حلوة حياة جيدة they are very proud of لوكاس's grandparents وكمان هم مفخرين بجد وجدة لوكاس they used plants to make the land green استخدموا النباتات عشان يخلوا الأرض خضرة يحولوها من الصحراء اللي انتوا شايفينها دي للمنظر اللي انتوا شايفينه دواتي ده بخصوص قصة لوكاس والمزرعة بتاعتها بعد كده وده الجزء الخاص بالماس في الدرس بتاعنا هنتعلم خانة المليارات وهنعرف ازاي ننطق كلمة مليار وهنتعرف كمان على الخنات اللي هي قابليها اللي هي خنات الأرقام الكبرى زي الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين أول حاجة بيقول يعني البليون أو المليار هو ألف مليون بعد كده عندي الخنات دياتي هنرتب الخنات ونقراها مع بعض أول حاجة وانز وانز اللي هي الأحاد تاني حاجة تانز تانز اللي هي العشرات تانز بعدها هندردز 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 لي المئات بعدها ت 잠� تelectronic لي الألاف بعدها ten thousand تKendra ليا عشرات الألاف بعدها hundred thousands مائة الألف بعدها millions للملايين بعدها ten millions عشرة الملايين بعدها hundred millions مائة الملايين بعدها billions billions المليارات ده ترتيب الخناة يبقى tens عشرات hundreds مائة thousands ألاف ten thousands عشرات الألاف أو عشرات الألوف hundred thousands مائة الألوف millions ملايين ten millions مائة الملايين عشرات الملايين عسف hundred millions مائة الملايين billions اللي هي المليارات دلوقتي هنحل الاختبار البسيط ده هننطق الرقم وننوصله بالكتابة الصحيحة بتاعته أول حاجة الواحد اللي قدامه تسعة صفر ده واضح أنه هو billion اللي هو المليار أبليون أبليون بعديه المية دي ياتي في خانة الملايين فتبقى أهندرد ميليون أهندرد ميليون بعديها واضح رقم ده أنه هو أثاؤزند أثاؤزند يعني ألف ده أهندرد ثاؤزند أهندرد ثاؤزند مية ألف تان ثاؤزند تان ثاؤزند عشرة ألاف ده الجزء الخاص بالماث بعد كده هنتقل الجزء الخاص بالصوتيات عندنا النهاردة هناخد الاس والدابليو الاس والدابليو بيتنطقوا زي مع بعض هننطقهم بالطريقة دياتي كده سو 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 يريد تكرر معي عشان تتقن النطق سو زي كلمة سويب سويب يكنص زي كلمة سويتش 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 اللي هو مفتاح الكهرباء زي كلمة سويتس 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 الحلوة وزي كلمة سوان 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 البجعة وزي كلمة سويم 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 بعد كده هناخد الاس والال الاس والال هنطاقم مع بعض سل 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 ياريت تكرر وراي عشان تتقن النطق بتاحه سل دي الكلمات اللي هي بتبدأ بتبدأ بالاس والال زي سلايس 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 شريحة سليب 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 ينام سليبرز 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 اللي هو هنطاقهم تاني سل 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 سلايس سليب سليبرز بعد كده وصلنا لآخر جزء في الدرس وهو المقطع فول المقطع فول ده بنسميه سافيكس سافيكس يعني بييجي في نهاية الاسم أو في نهاية الكلمة سافيكس معناها لاحقة لاحقة يعني بتيجي في نهاية الكلمة هو المقطع فول ده بيضاف للأسماء بيجي في نهاية الأسماء عشان يحولها لصفات ومعنى الصفة بيبقى مملوء أو في كسير من الاسم ده زي ما نشوف مع بعض كده عندي كلمة بييوتي بييوتي يعني الجمال بييوتيفول بييوتيفول يعني جميل كير كير عناية واهتمام كيرفول كيرفول حريص كالر كالر لون كالرفول كالرفول ملون هيلب هيلب يساعد هيلبفول متعاون هيلبفول متعاون يوز يستخدم يوسفول يوسفول مفيد أو نفع هأرههم مرة تانية بييوتي بييوتيفول كير كيرفول كالر كالرفول هيلب هيلبفول يوز يوز يوزفول بكده نكون خلاصة الدرس بتاعنا يارب بكوني نقدر تتافتكم وتكونوا استمتعتوا بالشرح وبالفيديو طبعا هيكون فيه جروب تيليجرام تابع للقناة انت هتحل من اي كتاب متاح عندك اي كتاب المعاصر جيم الباهر استيباهد مايفرين اي ان كان نوع الملخص اللي عندك او نوع الكتاب الخارجي اللي عندك احنا مش بنقف على اي كتاب هتحل منه وتبعتلي على جروب تيليجرام رابط جروب تيليجرام هتلاقوه في الديسكريبشن بتاع الفيديو الوصف يعني اللي هو اسفل الفيديو تحت هتلاقو الرابط هتصور الحالة بتاعك وتبعتولي على اه طنات تيليجرام وانا ان شاء الله هصححه هبعتلك كل التعليقات وكل النصايح المفروض تنفذها ده لو فيه او وجد اخطاء اشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة